بحسب بيانات حزب الله هو يقول بحسب كل بيان يصدره في أي عملية أو هجمات ينفذها على مواقع إسرائيلية هو يقول بأنه حقق إصابات مباشرة في تلك الاستهدفات هو أحيانا يتحدث عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف الإسرائيليين هذا ما نسمعه في بيانات حزب الله لكن من الجانب الإسرائيلي لا يتحدث الإسرائيليون عن عدد قتلاهم أو جرحاهم جراء هذه العمليات التي ينفذها حزب الله على الحدود نحن يمكن أن نتقصى ذلك فقط من خلال البيانات التي يصدرها حزب الله والتي يشير في بعضها أحيانا إلى إما سقوط جنود بين قتلى وجرحة إما استهدافات مباشرة لمواقع داخل الثكنات أو المواقع العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي المنتشرة على الحدود اللبنانية هذا ما يمكن تأكيده فقط من خلال البيانات التي يصدرها حزب الله والتي هي غالبا تكون بيانات مقتضبة ومختصرة بهذا الشكل من الإعلان عن الأهداف وعن مدى تحقيق حزب الله من خلال هذه الاستهدافات للمواقع الخسائر في صفوف الإسرائيليين أو الأجهزة التجسسية على سبيل المثال في تلك المواقع المستهدفة اشتركوا في القناة